موسيقى السلام عليكم و اهلا بكم الى حديث الصحافة نبدأه بابرز عنوين الصحف كالعادة مشاهدين الاكرم عنوانة العربي الجديد خسائر معركة شمال حلب للنظام وحلفائه تنذر بهزيمة كبيرة طائرات النظام السوري ترتكب مجزرة جديدة في حمص مائة وستة وستون شخصا ماتوا جوعا بحصار النظام السوري لمخيم اليرموك وزير العدل اللبناني للعربي الجديد الاستخبارات السورية ارادت اغتيال اسماحة مصر تتراجع عن طلب التدخل العسكري الخارجي في ليبيا مرسي خلال محاكمته لم التقي عائلتي منذ ستة عشر شهرا قيمة علامة ابل تفوق الناتج القومي لسبع دول عربية اما في القدس العربي النظام السوري يتكبد خسائر كبيرة ويوافق على وقف قصف حلب مسؤول ايراني يقر بان روسيا وايران تحولان دون سقوط الاسد في الرقة ودير الزور قوانين مشددة تحكم حركة المرأة ونقاب وعباء وقفازات وفي الموصل تنظيم الدولة يدير حكومة وخوف وصخط وتحضير للمعركة الفاصلة شباب دير الزور المدينة المنسية ما بين استغلال النظام السوري وظلم اقربائهم من تنظيم الدولة ابو مرزوق يكشف سر زيارة بلير لغزة مطالبة حماس بالمصالحة وقبول حل الدولتين والابتعاد عن الاخوان اوباما العديد من الامريكيين المسلمين يشعرون بالخوف قطر تستدعي سفيرها من مصر للتشاور بعد تعليقات لمسؤول مصري الجامعة العربية تتفهم ضربة الجوية المصرية لمواقع متشددين في ليبيا وقطر تتحفظ القاهرة تخفض سقف مطالبها من مجلس الامن وتكتفي بطلب رفع حظر الاسلحة عن الحكومة الشرعية في ليبيا لافروف يحذر الغرب من توريد اسلحة لاوكرانيا الملك محمد السادس يؤكد ان حسابه في مصرف HSBC السويسري يحترم القوانين المغربية اما في الشرق الاوسط فقد جاء لهذا اليوم ايضا 26 دولة تجتمع في السعودية لبحث ارهاب داعش والازمة السورية 212 مليون يورو الحزم الاولى من الاوروبي لدعم الفلسطينيين مقتلوا عناصر من الشرطة التونسية على ايدي متطرفين خامنئي يتعهد بمقاومة العقوبات الدولية وبتقليص صادرات الغاز وفي موقع سيريا نيوز فقد تعنون لهذا اليوم مفوضية اللاجئين اكثر من 12 مليون شخص داخل سوريا بحاجة للمساعدات الاتلاف المعارض يطالب بفرض حل سياسي للازمة السورية تحت الفصل السابع مقاتلون معارضون يعلنون اعادة السيطرة على قرى بريف حلب ويعيدون فتح الطريق مع المدينة اشتباكات على جبهتي الراشدين وخانطمان بحلب ومحيط الدخانية بدمشق اما في موقع اخبار تركية فقد جاء اردوغان من وعد بارجاع السوريين لديارهم لا يعرف معنى الانصار والمهاجرين الزعيم السابق للمعارضة التركية يجب تنظيف حزبنا من شبكة الدين وزارة المواصلات التركية تعلن عن انشاء عدد من خطوط المترو وزير المالية التركي لا يوجد اثر سلبي لارتفاع سعر صرف الدولار اما وكارة انباء الاناضول فقد جاء فيها ايضا الجامعة العربية تؤكد التفاهم الكامل للضربة الجوية التي وجهتها مصر ضد مواقع تابعة لتنظيم الداعش في درنة وذلك بتنسيق وتعاون كاملين مع السلطات الشرية في ليبيا وقطر تتحفظ على هذه البند السيسي يطالب مقاتلي الجيش بالاستعداد لتنفيذ اي مهمة للحفاظ على سيادة مصر نتنياهو قلوبنا مع اسر الضحايا ومع الشعب المصري المحكمة العليا الاسرائيلية تسمح لحنين الزعبي بخوض انتخابات الكنيسة المقبلة ابل العلامة التجارية الاكثر قيمة عالميا للعام الرابع على التواني للمرة التاسعة عشرة البرلمان اللبناني يفشل في انتخاب رئيس جديد للبلاد نشر موقع المدن مقالا للكاتب عمر قدور بعنوان القذافي الصغير جاء فيه كان في وسع صحفي البي بي سي جيرمي بوين في مقابلته مع بشار الاسد قبل اسبوع ان لا يصر على تسمية براميل متفجرة وان يجنب المشاهدين التلعب اللفظي للاسد الذي اصر على ان قواته تستخدم الرصاصة والصواريخ والقنابل وسيكون معيبا حقا اذا كان الصحفي العتيد لم يكلف خاطره البحث عن حقيقة البرميل المتفجرة التي تصنف كقنابل في العلوم العسكرية وتشتهر روسيا ببراءة اختراعها وفي عدد ما استخدمته منها في الحرب العالمية الثانية ومن ثم افغانستان والشيشان لكنها ايضا بسبب عشوائيتها تصنف بين الاسلحة المحرمة دوليا ذلك ما كان يترتب على الصحفي قوله بدل اصراره على كلمة برميل في حضور شخص معروف بهواسه بالفذلكات اللغوية الصغيرة وبدأ به على استخدامها دائما للتهرب من اي فحوا للحوار ولا على الصمت الدولي التام عن تدخل ايران في سوريا بل وصول هذا التدخل الى مرتبة الاحتلال هو ما يفسر غياب اي سؤال من هذا القبيل عن اسئلة الصحفية الغرب الذي اتزعم اذانة المقاتلين الاجانب من تنظيم القاعدة لم يكترث لمرة واحدة بمشاركة الميليشيات الشيعية في الحرب على السوريين ولم يصنفها كمنظمات ارهابية ينبغي محاصرتها ماديا وعسكريا بقرار اممي ارسوة بمثيلاتها من التطرف السوني الغرب الذي يعلم تماما ان بقاء الاسد مرهون بدعم الميليشيات الشيعية تجاهل الامر كليا في اقوى اشارة على موافقته على دورها على صعيد متصل كلما ازداد وانكشف الاحتلال الايراني اطل الاسد لينسب الى نفسه وشبيحته امر بقائه حتى الان وفي حين كان في بداية الثورة يعمل الى المواربة بغية التنصل من مسؤوليته عن دماء السوريين فانه صار يلح على مسؤوليته ليوحي بانه مركز القرار كان الاسد يريد القول بانه لا يزال الحاكم الفعلي لما تسيطر عليه قواته وان قاسم سليماني مجرد حليف لاكثر بينما يعلم غالبية السوريين ان المعارك التي جرت منذ حوالي سنتين ونصف كانت جميعا باشراف الحرس الثوري الايراني وبعضها باشراف شخصي من سليماني وليس سرا ان بعض الهدن المحلية التي ابرمت لم تكن لتنجز لولا وجود تدخل مباشر من ممثل الحرس الثوري في المفاوضات على جبهة حوران يبرز النظام وجود قادته الامنيين الكبار بخلاف ما يفعله عادة فقط ليقول انهم حاضرون الى جوار قاسم سليماني مع ان حضورهم يقتصر على الارجح على التقاط الصور التذكرية اذ من المعلوم ان قيادة المعارك محصورة بين الحرس الثوري وميليشيات حزب الله صفحة قائد المخابرات الجوية جميل حسن على فيسبوك تبرر وجود سليماني على الجبهة بمعاهدة الدفاع المشترك والمعقودة بين النظام وحلفائه لكنها لا توضح ما اذا كانت مشاركة حزب الله تعود الى اتفاقية المماثلة ام انه ينضوي ضمن الاتفاقية مع ايران ايضا لندع جانبا تلك التكهنات عن الرسائل الاقليمية التي يريد الايرانيون بثها من خلال اظهار حضورهم في الجبهة فالاهم انهم قرروا اخيرا اما تطلثام عن واقع مشاركتهم في الحرب السورية وقرروا كشف حقيقة النظام المتهالك على الملأة بالاحرى بعد انتصارهم في اليمن لم يعود هناك ما يردعهم عن كشف احتلالهم سوريا والقول بان النظام فيما فيها لا يعلو مرتبة عن الحوثيين ان لم يكن في مرتبة ادنى لاسباب مذهبية النكتة الاستباقية التي اطلقها اعلام حزب الله هي تشبه ثوار حوران بجيش لحد وربما تكون هذه الخدمة اللفظية الوحيدة التي يقدمها الان لنفسه وللنظام اذا لا تخفى الجهات التي تقوم بدور جيش لحظ الايراني في المنطقة والنظام ليس في مقدمها محطة البي بي سي ايضا تظهر كأنها اطلقت او تظهر كأنها اطلقت نكتة مشابهة باستضافة محللين يثبتون انفصال الاسد عن الواقع وهو تعبير دبلوماسي كما نعلم اذ لا فائدة يتوخاها السوريون من اختزال من قام بتدمير سوريا الى مجرد قذافي صغير اقله لان هذا الاختزال ينافي الواقع فالجرائم المرتكبة اكبر مما فعله الاسد الاب واخيه وصدام حسين والقذافي مجتمعين ربما هذه القدرة تؤهل اصحابها ليكونوا جنودا تحت امرة الولي الفقيه نشرت صحيفة الاندبندنت تقريرا لموفدها باتريك كوكبيرن الى العراق يتحدث عن الحياة في مدينة الموصل التي هي تحت سيطرة تنظيم الدولة الاسلامية وتحدث كوكبيرن مع لاجئين في مدينة اربيل عاشوا في الموصل منهم علي حسين مصطفى الذي ترك المدينة الاسبوع الماضي وتقول الاندبندنت ان الكثيرين من اللاجئين الذين تحدثوا اليهم يخشون من قوات الحكومية ذات الاغلبية الشيئة اكثر من خشتهم تنظيم الدولة الاسلامية وان كانوا لا يحبون ايا منها ويقول علي ان بعض المقاتليين يعاملون اهالي المدينة بوحشية وبعضهم مؤدبون ويعاملوا الناس باحترام ويذكر استاذ الرياضيات الذي انضم الى تنظيم الدولة الاسلامية ويعاملوا الناس بلطف ويتصدقوا بجزء من امواله والطعام على الفقراء وعلى الرغم من ان افراد عائلة علي نزحوا من الموصل فانه يؤكد ان العديد من مقاتلي تنظيم الدولة الاسلامية افضلوا من جنود الحكومة العراقية الذي حكموا المدينة عشرة اعوام قبل الفين واربعة عشر ولكنه في الوقت الذاته يروي مشاهد وحشية عن جلد من يحمل هاتفا نقلا لان تنظيم الدولة الاسلامية يخشى من الجواسيس الذين يستخدمون الهواتف لنقل المعلومات الى الطائرات الاميركية التي تحوم فوق رؤوسهم ويشير الى ان المقاتلين الاجانب اشدوا قسوة على النساء اللواتي لا يرتدين النقاب ويروي احمد الذي لا يزال يعيش في الموصل قصة امرأة اخذت اخذت الى مركز الشرطة لان عينها ظهرت من النقاب وتعرضت لعقوبة جسدية بسبب ذلك وادى منع استخدام الهاتف الى وزلة الموصل تماما عن العالم الخارجي فقد حطم التنظيم العديد من اجهزة الاستقبال الهاتفي ولكن الاتصالات لا تزال ممكنة في بعض الاماكن المرتفعة نشر صحيفة الجارديون مقالا للصحفية السورية زينة ارحيم تتحدث فيه عن تعامل الغرب مع السوريين الذين الثاروا على نظام الرئيس بشار الاسد تقول كاتبة المقالة تعرضنا لاعتداء الدكتاتور ثم تنظيم الدولة الاسلامية وينعتمنا الغرب اليوم باننا اخطر المتشددين الاسلاميين وتروي قصة صيدلي يبلغ من العمر الثلاثين عاما تعرض للاختطاف الاسبوع الماضي في حلب عيد تنظيم دولة الاسلامية وتقول عن الصيدلي انه مسلم ملتزم ولكنه بالنسبة للتنظيم علماني لمجرد ان يعترض على افعالهم والمفارقة انه من جهة علماني خطير بالنسبة للتنظيم وفي الوقت ذاته اسلامي متشدد وخطير في نظر الغرب فالرجل مثلما تؤكد الصحفية تحمل المخاطر وبقي في حلب بعد سيطرة تنظيم الدولة الاسلامية عليها لمساعدة الاهالي مثلما فعل العديد من الاطباء العاملين في القطاع الصحي ولكنهم اليوم ينعتون بالارهابيين اينما حلوا لمجرد انهم كانوا في مناطق سيطر عليها تنظيم الدولة الاسلامية وقد منع هو وعدد من الاطباء من دخول تركيا الشهر الماضي وقال لهم احد حرس الحدود عودوا الى دولتكم الاسلامية صحيفة الحياة نشرت مقالا لابراهيم حميدي بعنوان وزير الخارجية الهولندي للحياة الخيار ليس بين داعش والنظام جاء فيه قال وزير الخارجية الهولندي بيرت كونديرس للحياة ان بلاده تعمل على اربعة مستويات بينها دعم المعارضة المعتدلة وجهود المبغوث الدولي ستيفان ديمستورا كي لا نجبر الاختيار بين تنظيم الدولة الاسلامية داعش ونظام السوري لكنه اشار الى ضرورة التحدث مع جميع الاطراف في سوريا بما فيها بشار الاسد للوصول الى حل انتقالي يتضمن انهاء تهميش السنة واضاف ان الصراع في العراق وسوريا اصبح طائفيا لكن الحل يجب ان يكون غير طائفي واضاف في سوريا ندعم المعارضة المعتدلة بمعدات غير فتاكة هل هذا ناجح ام لا يجب ان ندرك ان احتواء داعش المحاربة هي تطلبان وقتا طويلا هناك بعض النجاحات حيث باتت لدى داعش صعوبات في الاتصالات ونقل المعدات والاليات اللوجستية هناك قيود في تحرك التنظيم كما ان بعض القادة قتلوا لكننا ندرك ان الحل ليس عسكريا فقط بل لابد من الحل السياسي لانهاء تهميش السنة في العراق وسوريا وعن سوريا قال كونديرس الانتفاضة ضد النظام السوري بدأت لاسباب مختلفة ومطالب محقة لكنها اصبحت الان جزءا من الحرب الطائفية في منطقة الشرق الاوسط لافتا الى انه ذهب الى اسطنبول والتقى مسؤولين في المعارضة السورية وناقشنا امكان تقوية المعارضة المعتدلة اذا كانت هذه التسمية صحيحة لسنا منخرطين في العمل العسكري في سوريا لكننا منخرطون في اعادة الاعمار في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام وتمكين الشرطة والدور القيادي للمرأة وسئل عن تصريحات المبعوث الدولي ديمستورا من ان الاسد جزء من الحل لوقف العنف في سوريا فاجاب انه لا يمكننا ان نقبل ان يكون من طلطخط ايديهم بدماء السوريين جزء من مستقبل سوريا هذا امر مستبعد لكن ديمستورا يحاول اطلاق مرحلة انتقالية تضم جميع المكونات السورية واضف السؤال كيف يمكن الانتقال من الوضع الراهن حيث يجري قتل الكثير من الشعب السوري الى احتواء العنف وبداية الحل السياسي وتسوية وسئل كوندريس عن المقاتلين الاجاني في صفوف داعش في سوريا والعراق فاشار الى اكثر من 150 عنصر من هولندا يقاتلون الى جانب المتطرفين وسئل عن التوازن بين محاربة التجنيد وعدم الوقوع في ظاهرة الاسلاموفوبيا في الدول الاوروبية فاضح الوزير الهولندي انها ليست حربا بين الهيمنة الغربية والاسلام انها حرب بين مجرمين يقولون انهم جزء من دين وهم يقتلون شركائهم في الدين نحن موجودون ومتضامنون ضد العنف وسوء استخدام الدين مشيرا الى ان الحرب ضد داعش ليست حربا ضد سنها بل هي حرب ضد المتطرفين والعنف ويعود للسوريين والعراقيين ان يقرروا مستقبلهم ويجدوا حلا سياسيا جريدة وحبرة نشرت مقالا لأسامة خضر بعنوان توطين النازحين حق لهم ام مواجب علينا جأفه يؤسفني القول ان الامر اصبح اشبه بوطن داخل وطن فبعيدا عن استغلال اصحاب اراضي المخيمات باستثمارها وبيعها لاصحاب المشاريع الخيرية واستغلال تجار المخيمات لحاجة النازحين وفي ظل اشكال الاستغلال التي يتعرض لها النازح بات من المفروض عليه ان يستوطن في مخيم نزوحه خلال اربعة اعوام قاس فيها النازحون تبدلات المناخ كافة لم يجدوا من يقدموا لهم المساعدة الحقيقية ويتمسكون بالعودة الى ديارهم لبنائها من جديد لكن ما من احد يبني لهم وطنا حيث حطت بهم رياح تغيير او يعيدهم الى ديارهم فقد سدوا عليهم نوافذ النور اغلقوا بوجوههم انافذ الحياة هل سنفعل بهم كما فعل النظام بالنازحين الفلسطينيين حيث وضعهم في مخيمات وعزلهم عن العالم الخارجي كيف سيواجه النازح برودة الشتاء وحرارة الصيف وهو المتأرجح بين الرجوع البعيد المدى والاستقرار المحظور بالخطوط الحمراء يقول قائل ألم يتمكن هذا النازح خلال السنوات الثلاث من تأمين بضعة احجار ليبني بها غرفة تقيه برد الشتاء وتستره حرارة الصيف ويقول آخر لماذا لا يقوم الائتلاف بطوطين هؤلاء النازحين حيث رمت بهم المقادير وحطت بهم الرحال أليس مواطنيه الذي يتحدث باسمهم أليس أصحاب الفضل في وصولهم إلى غرف الفنادق التلك وتمتعهم بخيرات الثورة ألم يقصر المجتمع الثوري بحق النازحين أم أنهم لم يمصوا دماءهم بشكل كامل وهل بقي في وجوهنا قطرة دم من حياء لنقول إن ثورتنا ثورة كرمة قد لا نتمكن من مساعدة نازحين خارج أراضينا لكن ماذا فعلنا لمن نزحوا داخل وطنهم لقد رفعنا عليهم أجرة المنزل الذي كنا نستعمله حظائر لحيواناتنا وزدنا شعورهم بالغربة ومزقناهم وجعلنا منهم سلعا نبيع بها ونشتري إن كنتم لا تستطيعون إيثارهم على أنفسكم فابنوا لهم شبه بيوت يأووا إليها ويستروا عوراتهم وإلا فارجعوا عن ثورتكم فإنكم لستم أهلا لها بهذا مشاهدين الأكارم نكون قد وصلنا لنهاية الحلقة لهذا اليوم نشكركم على حسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة